مرة أخرى تعود السعودية إلى مسار الحوار مع ميليشيا الحوثي وذاك مسار أثبتت الرياض فيه فشلها كما الحرب وليس أدل على الفشل من ظهور المملكة بمظهر المستجد حتى وإن غلفت ذلك الاستجداء بالحرص على اليمن واليمنيين من تفشي وباء كورونا أو الالتزام بالدعوات الأممية لوقف التصعيد العسكري والدخول في هدنة مؤقتة وبحسب وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة فإن السعودية استأنفت الحوار غير المباشر مع ميليشيا الحوثي من أجل وقف إطلاق النار والدخول في الهدنة المتعثرة إلا أن جماعة الحوثي ترفض الحوار وتعتبرها حيلة من قبل السعودية في الوقت الذي أكد فيه مسؤولنا سعوديون أن الرياض لديها نية حقيقية وجادة في وقف إطلاق النار يبرر الحوثيون رفضهم لإعلان قبول الهدنة بالقول إنهم يريدون وقفا شاملا للحرب وفق رؤية تقدم بها إلى الأمم المتحدة هذا الموقف الجديد للميليشيا يعني أنها تسعى لفرض شروطها في الحرب وفي السلم وباختصار فمشهد الحرب في اليمن بطرفي السعودية والميليشيا كان هو المشروع الذي أراده الحوثيون منذ بدء التدخل العسكري في اليمن والواضح اليوم أنهم وصلوا إليه بفضل التحالف السعودي الإماراتي الذي كرس جهده لإضعاف شرعية اليمنية وتمزيقها في استجابة غير مباشرة لأمال ميليشيا الحوثي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر